الله يكرمك يا رب والله هذه أفكار الفريق كلها وإحنا دائمين وهذا توجه الشركة ككل أولاً هذه المبادرة هي لحفظ الموروث البحري خاصة في السفن الشراعية السفن الشراعية لها تاريخ عريق في المنطقة وهذه السفن اللي تشوفوها ورانا أصغر سفينة شراعية هي تقريباً من 30 إلى 70 سنة وممتدة لسفن قديمة جداً تصل إلى مئات السنين كل سفينة من هذه السفن تحمل وراءها قصة تستحق أننا نبحث فيها ونسمعها من أصحابها وملاك هذه السفن الشراعية فخورين جداً وسعيدين أن الأهالي مبسوطين والناس مبسوطة وشعروا بإعادة أحياء هذا الموروث اللي كاد أن يندثر والحمد لله بفضل من الله ومجهودات السريع في البحر الأحمر الدولية استطعنا أننا بالتعاون مع شركاءنا في المجتمع المحلي من أصحاب القوارب وأصحاب الورش والنجارين والجمعيات الموجودة زي جمعية التبكين وغيرها طلعنا بهذا المشروع اللي كلنا نفكر فيه سيدة رشا احنا عارفين هذه القوارب كان لها سباقات عندها في محافظة أمري رح نشاهد سباق تحت مضلة البحر الأحمر الدولية لهذه القوارب بإذن الله تعالى قريباً بإذن الله تعالى هذه ما هي إلا بداية والقادم أجمل بإذن الله ورح نعمل جاهدين على إعادة هذا الموروث العظيم بمحافظة أمري إن شاء الله نشوف هذه في المنتجعات القوارب بإذن الله بإذن الله تعالى وإذن الله هذه هي البداية فقط وإن شاء الله القادم أجمل الله يعطيك العافية الله يعطيك يا رحب